زمالك موسم اللي فات موسم رائع جداً في كل شيء بالعكس ده أكثر من رائع ده أكثر من التوقعات لو تفتكر الموسم اللي فات جمهين نادي الزمالك والمتابعين يقولك أقصى تموح نادي الزمالك لأنه ياخد مركز تاني ويلعب في دورة أبطال أفريق لكن في تموح دوري وليه أسبابه أن أنت عندك كف قيد عندك إصابات عندك لعبين راحلين فكل الظروف كانت في أشك ورغم كده الزمالك عمل موسم استثنائي طبيعاً وإنت في الظروف الصعبة دي تمام أنك متعملتش موسم استثنائي بس عملت الموسم الاستثنائي لما الظروف تحسنت الموسم اللي بعده رجع الزمالك للورا في مفاجأة لكل المتابعين مش بس جمعين نادي الزمالك ده سؤال عام في الأول إيه اللي حصل أول نبدأ من الآخر الظروف تحسنت لا إيه ما تحسنتش ما تحسنتش بقت أصعب زروف النادي أصعب حتى مع تدعمات وصفقات جديدة ما صعب برضو مفيش محجوز عليك الفلوس لا صعب جداً نرجع بالأول يعني إحنا كنا ما جينا مع بسافرة جينا شهر الثلاثة الفرقة كانت فيها عناصر كويسة كان لسه فيها مع طارق حامد موجود عشب بن شريق موجود فالفترة دي الدفع المعنوية وفي الفرقة والناحي المدني بتاعت مسكرترون برضو من النوع أعز أشكره يعني الراجل ده بيوقف فرقة بدني كويسة أول فإحنا جينا في النص التاني من الموسم فبالتاني المغزون اللي عيد البدني موجود معاك فده كامل معنا ومسافرة كان لسه جاي كان في فترة وقعنا كزا مطش في الدورة والجيش وحصل هزة مع خروج من أفريقيا دي شوية عملت يعني شحن لعيبة شوية فكملنا كويس وكملنا وخدت دولة وكاس في ظروف طبعا إعجازية يعني برضو كان فيه فرقة برضو كان فيه الناس ماشي يعني يمكن أشرب من شريق أخي سرعة مطشورة ما لعبش معنا طارق تريبا كانت شبيا لعب وطارق بالضبط فهي ظروف برضو كان فيه شغل كويس كان فيه طرابط حلو كان فيه كله من كمهور بالإدارة باللعيبة بالجهاز بكله وكله كانت فاصل صعبة جدا فعدناها والأمور مشت معنا كويس وتعبنا اجتهدنا خدنا دوري وكاس فقالي من شهري مثلا صحية فده اللي حصل مع كده ان احنا دخلنا ما رايحناش أو الراحة اللي خدوا لعيبة قبل ما خدش على الموسم التاني والراحة هل تنسب جزء من فضل الموسم الماضي في نجاح الموسم الماضي ليه كارترون بص اي حد اشتغل في الموسم النازم ليه كارتون او غيره يعني لو في حد ثماني انا اعتقد مصر كارتون هو اللي احنا جينا معاه برضو من سنة خدت دوري انا ومعا كده كانت سامر بيهو مشي وانا مشيت قبله كمان روحت السعودية هو كمل وكدنا جينا احنا بعدي فاي حد طبيعي مدام شارك ومسك ان شاء الله ساع ده حقه حقه ليه بليه طبعا عظيم نغش بقى على الموسم اللي بعدك خلصنا الموسم الاول بكل نجاحاته الاستثنائية ده ايه اللي حصل بقى في بداية الموسم الجديد اللي هو الموسم اللي حد فيه مش حاجة واحدة بتبقى فيه عام كتير يعني يعني مدام لعام مسلا انت ماخدش الراحة كافية زي بقى الان دي انت دخلت على سوبر لوسيل على طول بعد الدوري يعني اخر مرش بالدوري كان يوم تمانية وعشرين تمانية كان يوم تسعة تسعة سوبر لوسيل فماخدش الراحة الكافية بين الموسمين دي برضو يعني مهم جدا يعني فيه لعابة خدت راحة اه اللي ملعبش في مرش الاخراني بتاع السن كون بني فاخدت تسعة تيام راحة وعجلة جادت درابة اربع تيام ولعبنا واتش تبلسيل دي برضو مشكلة دي خدت غلطة غلطة انك تلعب البطولة دي لا لعب كمل يتكمل ورايح بعديها ان انت خدت راحة يعني تسعة تيام كتير وانا نرجع بعد كده اربع تيام بس ولعب واعين كده برضو كان فيه مشكلة عندنا كان فيه سقة زايدة شوية سقة زايدة بعد ما كسبت الدولة والكاس عند اللاعبين والجاهز الفني أو اللاعبين والكاس يعني ان احنا نبني على كده فده سبب برضو تاني الموسم الماضي كان فيه تواضع وفيه صمت وفيه تركيز بالظبط. انت اكسبت. لما بدت انا هتكلم عنها لو انت مش لو انت عندك حركة. لما بدت تصريحات في اليلة تبقى قوية شوية وبتركز مع المنافس بدأ يحصل فيه تشتيت. بالظبط. صحي كده. دي تاني حاجة مع هذه اللي صغير زي ده قلنا وعدم وعدم الراحة. في حاجة برطالة برضو ان احنا تغيطرة اللعب. يعني احنا ما كاملناش على نفس الطريقة اللي احنا. او ده كان اكبر لغز عند الجميع. اه اه. تغيطرة اللعب. اه. دي كانت مشكلة برضو وتغيير ملاك اللعبين برضو. اه. فحط العوامل دي كلها. وبرضو في حانواتها برضو مهمة جدا جدا جدا. ان العناصر جدا لما جات دخطوا عطول. اه. لا. المفروض انا ابدأ. بس انت ماتش بطولة. الماتش السبر ده ماتش واحد بطولة. اه. والسبر المحلي الاهلي ده ماتش واحد بطولة. وده انا ابدأ بالناس اللي موجودة اللي اتعبت معاك. اشان. حتى بالصغرين. ودخل الجداد واحدة واحدة. اشان. ان طبيعي اللعب الجداد دي برضو فيه لعبة اتحلقت كتير. اه. في اللعب الفترة دي. اتحلقت كتير منهم مسلا زكري الوردي. طبعا. لعب كويس جدا. طبعا. اتحرق مش مكانهم. احكيت زكري الوردي. لعب كويس. لعب كويس. هو ستة. هو اللعب تمانية بس. اه. ما انا بقولك فيه لعيبة يعني فيه لعيبة مش كل اللعيبة تنور على طول. اه. في زروف. في الشخصية اللي واحده. في اللعيب نفسه. اه. وفي زوف في المكانك والنهاية دي وكده. انت مفيش لعيب يعني جبت ستة لعيب. اه. حال ستة. لما ي يبقى كلهم مرة واحدة كويسين. لا طبعا. لا ممكن واحد يبقى كويس من اول مطش. صح. ممكن واحد بعد اسبعين تلاتة. ممكن واحد بعد شهر. ممكن واحد بعد تنين. صح. ممكن واحد بعد موسم. صح. خلي بارك موسم. يعني اشرف بن شارع او موسم مكنش موجود. مصبوع. نش هو اشرف. صح. صح. يجبتني موسم متات موسم. صح. زيزوا نفسه. صح ومصح. فهي طبيعي. ده ده طبيعي يعني. حتى الناس حتى اللي بتقول لك مسلا سامسون ولا نق نزبر شوي. مم. مضم. سامسون فيه امل? ما فيش لعيب ما فيش امل انت وشفت الفيديو بتاعه خطير يعني. اه. يعني الفيديو بتاعه يعني اي احد يشوفه ده حاجة.